مرحبا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الضيف السابعة ضيفنا لهذا العدد أطارت قضيته الكثير من الجدل خرجته الأخيرة أخلطت كل الأوراق وقلبت الموازين بل فتحت باب التساؤل على مصرعيه أين كان قبل اليوم ولماذا لم يتحدث من قبل بل لماذا بالضبط في هذا الظرف السياسي الحساس الذي تمر بها الجزائر ورحب اليوم بابن وزوجة رمز الثورة الجزائرية علي لابوانت مرحبا بكم مرحبا بك مرحبا بك معنا فرحك شكرا مرحبا بن عيسى فاروق بن عيسى الفيديو الأخير الذي تم تدوله على شبكة التواصل الاجتماعي أطار الجدل الكبير وطرح بعد التساؤلات أولها لماذا ظهر ابن وزوجة علي لابوانت في هذا الظرف بالضبط وما هي القصة قصة سيدي الفادس بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القصة هي حقيقية وتلمون ضغطات كبيرة من بعض الهيئات الحكومية منها منظمة المجادين ووزارة المجادين وتصلنا ببعض القنوات الإخبارية يعني تقصد الفترة السابقة الفترة السابقة مدة عشر سنوات باليوم عشر سنوات قمنا باتصال بجميع القنوات اللي تروح عنده يقول لك ما نقدرش ما نقدرش نعقب هاد الهو كان الرد تع العصابة كما يسميوها بما فيهم السيد عبدالعزيز بوتفليقة وعندنا جميع الإثباتات طيب أحدانا هنا هذا الرد تع الفين وعشرة وهذا أرد تع منظمة المجادين ووزارة المجادين هذا أرد تع وزارة العدل منبا إلى السيد بن عيسى فاروق إلى السيد بن عيسى علي والده ولي بن عيسى علي يقول لك ما القناش هذا غير معروف السيد الهامل كذلك طيب والسيد ويحيا طيب قبل وصول إلى مرحلة المراسلات والتعامل رسميا مع الإدارة يعني المعروف عند الجزائريين أرمستور الجزائرية هو علي لابوينت اشتشهد في حديث معروفة التي أصبحت معلم في القصبة هنا وتوفى في سنة 1957 هذا المعروف عند العام والخاص لماذا الضهور في هذه المرحلة بالضبط يعني وين كنتوا قبل هذا الوقت؟ الآن احنا نجدنا الارشيفون 2009 لكي ترى المشاهد الكريم ورهو عنده الدولة في الرئاسة وكل الجهات الحكومية في الجزائر ووزارة الدفاع الفرنسية رهيب على علم وعطتنا نوطر 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 ما قالت لك لارستاسيون دالي لابوانت اللي هو والدي لكن ما يشملي أنا عمار يصابل بن عيسالي شبا لكانوا عندهم زوج ولا بسكو سيد سيبادو يقول لك روح لي لابوانت عقسنطينا أنا أتساءل ليو أذكر أننا نلعبوا في فيلم تا جامس بونت كينينزوج بوكوافو لغياليستوار وعليش تماطل هذا على حقوقنا حتى نلجأ إحنا باش نروحوا للتواصل الاجتماعي ونعشي ونهضروا ونديروا وانس طيب شو باش لكي لا يلتبس الأمع على المشاهدين ماما سيدي سعيد استسميحكم أنا تصلت بوزارة الدفاع الفرنسية وتقدري تتصل مباشرة باللزوتوريتي الجيريان قلتني أنا ما نقدرش بسكو أنا انديبندنت قلتني اللزوتوريتي الجيريان هما ليخلصوك في حقوقكم متاع المجاهدين أنت كي تروح لوزارة المجاهدين يقول لك رهي مغلوقة دوكال دغوة اتصلنا بشريف عباس وزير المجاهدين السابق قلت كان مغلقتهاش اتصلنا ببوتفليقة قلت كان مغلقتهاش مكيدة غير وصولنا بشريف عباس في حقوقنا قلت بسكو وصولنا بشريف عباس وصولنا بشريف عباس هم كانوا يتصلون هم كانوا يتصلون في السعودين قلت بشريف عباس مغلقته ما لا يتصلون في 2013 بعدما حاولت شروق قالها أن الجزائر تتوسل إلى فرنسا لعدم منحها أرشيف تورا واشتفهم من هذه يا سيدي سعيد بأن نصف المجادين لا يوجد أرشيف ما عليك وصلت الرسالة السؤال الذي يطرح حاليا علي لابوينت الذي عفى كل جزائريين في الفيلم الشهير لابطاة دالجي هل الشخص الذي الذي كان لابطاة دالجي أو البطل هو الوالد أو شخص آخر أو يوجد اثنين من علي لابوينت هذا هو سؤال ينجم يكون اثنين من علي لابوينت أنا لا أكدبش الناس ينجم يكون اثنين من علي لابوينت لكن من حقي بشيء لأرشيف نتعام مليانا عمار هذا أخبرتك مليانا عمار لا لأنه لا لدينا نصف المجادة التي لا تتساعد منها وما الأن وما الأن لابوينت يتحرك ومن المجادة يتحرك نتعام مليانا لا 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 كنت صغير. وهذه كي جاي موت ربي يرحموه. كان يقول لي درتلك حاجة تعيش بها حياة كراسك مرفوع. كان عنده سلح هذه كزيتة لالولوتروس ديما بيها. عنده ينبال هنا ينبال في رجلوه. مقصوص قال لي حاشاكم المباشر قاعدوني على قرعة الفرنسيين. ما خللو ما يديرو له. عدبوه وانسي. وهذه الزوجات تقدر تطرح عليها بعض الأسئلات. معلش دو كنا ننتقلوا للسوج. معلش دو كنا ننتقلوا لي. أنا السؤال الذي وطرح. استسمحوكم عدري. الرسائل اللي بعتهم للسيد عبدالعزز بوتفليقة. راه موجودة اللي هنا. راه كلها موجودة اللي هنا سيد عبدالعزز بوتفليقة. ويحيان وطالبوها في حقوقنا والأرشيب. لكن نحن نتصلوا بالرئاسة. تقول لك باللي. عود الرسالة. بوز دو 64 لتخ. نحن نضررنا. ونحن نضغوة. حقيقة. لماذا موجهدين للناس اللي لم تكن حتى طورا. موسيو عميروش. ووليد عميروش. في البرلمان. في 2002 شاط. قال لهم يضيفون الموجهدين. هذا السياس في سعدي. هذا عبارة عن تهديد مئة ألف قتل. لا 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 لا. لا يا سيدي. لا لا احسنت من فتحكي. لا مئة ألف قتل لاحتي هجا. جزائر كما يقولون قادر على روحها. جزائر أدو عود بشيب ليزرشيف نتاحها. وانسي وانسي وانسي. لكن هنا السؤال مطروح. ما تقول ليش لي فوتوت على الانترنت. يتصويرها تعليل ابروانت مليان عمار. زي وحدة زي. لا أستطيع أن نتهم سيد لا أستطيع أن نتهم سيد بالعكس لنقول لها النقطة كاين بعض الصور تشابه للولد المسائي يعني نسأل سؤال أنا بريت أن نطرح لك سؤال هذا السؤال يطرحها أيضا للمشاهد علي لابونت هذا كان في قسنطينا أو كان في القصبة هذا هو السؤال لأن المشوف عامة الناس يعرفوا أن علي لابونت هو الذي كان في القصبة وكان يأتي جند الكثير من المجاهدات لديهم عمليات من قصبة 15 عام من نشارك العيد لأنني أردت هذا الأرشيف الذي يرونه فيه المشاهد ترجمت الرقم للنقمة جدي والأكستريد نيسانس والأكستريد نيسانس والأكستريد نيسانس ترجمتهم لكي أردت لأنني أردت الوزارة الدفاع الفرنسية الأرشيف هذه المكتوبة هنا في 1 نوفمبر حسبوا به السينية الجنرال الجيل روبير حبام الاسم يوسيقى ما يردت الجنرال 4S 2S لأنني أردت كما هي لكنني أردت لما أكرر أنني أحدث أنني قبل هذا النقمة سيكون 40 أرجال أنني أمال أعوام قلت أن أتصل إلى وزارة الدفاع الفرنسية وقعتني الأرشيف. بدأت الساعة بالحبس تقسمتينها. قالوا لي أنه لا لدينا إزارة الأرشيف في فرنسا. كتبت لفرنسا وقعت لنا الأرشيف. كيف حالي اليوم؟ فرنسا تقول لك الأرشيف ها هو وزارة العدل. وما لبالي يقول لك الأرشيف ما كانش. الهاملي يقول لك الأرشيف ما كانش. هذه دركة نية. لقد جيت في الوقت هذا. لأن السيد قيد صالح والجيش الوطني الشعبي يحاربوا في العصابة. فتنمت الفرصة لكي نجيب حقيقي. والوالدة الله يبارك كبرت. ويسمع الشعب الجزائر الحقيقة تعصح. التاريخ يكتب نفسه. كين عالم ألماني. في كل مرة يقول لك أبري 40 سنة أو 50 سنة تنكشف أسرار دولة ما. ونكشفت الأسرار. هنا يمكن أن نسمعنا. السياسة في سعدي يقول لك أن الجزائر تتوسل إلى فرنسا لعدم منحها أرشيف الثورة. وانا عندي الأرشيف. ما نفهمنا يا سيد. كيف يقول لك الأرشيف مجاهدين كانوا يستوروا برك. نستور معك. نقول له مراني أخيه. لا. الثقة في الوثقة. وانا عندي الأرشيف من فضلكم. نراه هنا واجد. وتسمع القضية من عند الزوجة. طيب. أو يهدر معك. نعم. نرى المشاهدين وهم يقولون. يعني الناس اللي يسمعوا بالقضيان تاعكم. أما يقولون باللي. أنت فقط تحفظ لك الكلام هذا. يعني. تقدر تحاورها؟ على العلم مباشر. هوا. 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 ما هي المقصودة بالزيت والسكر؟ ما هي المقاصودة بالزية والسكر؟ أما عندي. لدينا عملنا. زيت والسكر ومقارونة سبب على زيت والسكر. إنلك يحصلون على المقاصد الضواني. هوا. أطبعون للغاية من العمل. أطبعوا من الوثقة. فهموا لن نعلقات كل شيء. لكنهم لا يريد تطبيقات. أطبعون. لن نجال. أن نغاوصي معكم. لأن هناك خلفيات في هذه الحكاية. تصلنا بوزارة السياحة كنا معاولين ندير مشروع للجزائر إذا كانت بلوكي توليزيسي لم أجدت بها وين رحت التواصل الاستماعي ويعلم المواطن الكريم ويعلم الشعب الجزائري باللي ما كنت حاب باش ندير انسيكسي كنت معاول ندير هذا التسجيل باش نبعته للقنوات على وجهه ربي يعني الناس شوفوا مع هذا وزارة المجاهدين يعطينا حقوقنا هذا وش طالبنا؟ هذا وش طالبنا؟ لأنني وعيشتنا بثلاثمائة الف نتاع الزوالة هذا وش كان؟ ثلاثمائة نعم وليعتاوها لي عليها نتمشى نهار طلعنا الرئاسة طلعنا الرئاسة في 2016 كانت من أفريل اقزاكتماً لساز عفريل بعدنا ترتاق وقعتنا بحقية مانفستصيات وقعتها ولمحبتش نروح لهم بعدنا ترتاق وسعد ترتاق وقت ترتاق من هكام الوقت كما هو المهم وقعتنا بقيتها يجب أن تغيطي على الجغيان أن يمد لحقي. قلت لك أن تقدر الدخلي مباشرة. لكن هذه القضية كانت قادرة أن تذهب إلى الجناب. وما لا يحب العقبه. نفكوا مشاكلنا. كما قالها السياسيين والقدامة والمجاهدين. لم يكن لها أن تذهب إلى الناس. نحن لدينا حق بين دار. لكن زوج علي لابوانت أن لا يوجد إنسان عشت في وقت التوراة. لا يوجد. أنت لا عشت في وقت طوى. لكنها عشت في وقت طوى. كانت الزوجة التي حالها. وما لا. ما تحكي لنا على علي لابوانت؟ ما تحكي لنا على علي لابوانت؟ ها. هل هو علي لابوانت هذا الذي زوجت تلك؟ هو الذي دعو عليه الفيلم؟ في التلفزيون دعو عليه فيلم؟ لا تتفرد. ما يعرفوش. ما تحكي له الزوج سي بي؟ ما تقوم بها في الدار؟ يعني هو كان يدير؟ نادي يدخل في روحه في الصورة. ما لابوانت. واش لقيت تحت السرير انت؟ قلت لي لقيت؟ ما تحكي له. ما تحكي له. ما تحكي له. قال لي انت ها دا. كيف سميته؟ العربي بالمهيد. عربي بالمهيد. قال لي اني ندور معها قلت لي وكان كنا نهضر لك هكذا نندبحك. قال لي متعدريش. متعدري على بالك نقتلك. لا دا بني دينه جبتيهم هادو. اللي بنات اللي جابهم لك كاما شكون هما؟ ها. اللي بنات اللي جابهم لك للدار؟ اللي بنات اللي يقلكو حطينا مردون. جاب لي بنات الزوج للدار. ديري لهم الماكلة يأكلوا هم مغبولين يدلوا يخدموا تصحة ما فيها والو هدي نديري الماكلة شكون هما؟ شكون هما البنات؟ قلت لي حاسيبة وبنات؟ حاسيبة وبنات لابسين بالساس؟ هاي لابسين بالساس؟ هاي قلت لي باللي العسكر قادي نيجي وأحكي للمراسل قولي لو العسكر وش كانوا يقولو لك؟ هاي العسكر يجيوا هاي اللي فونت يجيوا بغي الوقت الحداشة الليل ساعة التناشة ساعة الوحدة ساعة النهار ساعة بعدها مش الوقت يجيوا برك بحطراج حك مبتر كاركرو فيه هو يعيت على تبسط كاركرو في العقبة حوى عرب حجر وحاشا كنقمين وماي كاركرو فيه حتى ندىوها درقو بي وانا نسمع بي ساعة يقولوني وفي الحمى ساعة هكا ساعة في الحراج تاني يعدبوه ويجيبوهولي وجهوك سلامتك قاع فاسد لحظو من تقديك واشدى؟ نحط سميرا حاشا وجهك حاشا وجهك من السبات حكم بلحة من العداب ها؟ على العداب على العداب باش ما يقرش على العداب كي تعذبوه بالذب نات سميرا بني بنعتيها كي تيراوا عليه؟ قلتيني تيراوا عليه؟ شوووو معدب كونو فاسد ما عندك شو اتشوفتني كي تيراوا عليه كي جات باريزة قادت كم تيراوا عليه؟ كي تيراوا عليه داروا الرصاصة سلامت بني فرجتنو منا واحدة في رجلو ها؟ طيب هذا التاريخ لالي لابونت هو قضية لالي لابونت ولكن هذا هو لالي لابونت الحقيقي نستطرح سؤال كيف اقسنطينا كامل لا تسمع بهذه القضية البعض علق مثلا قال لك اودي الجيران لا يعافوش ولكن هذا هو صح لا ارى ان الناس كانوا في اقسنطينا مجادين وادرت معهم وقالوا لي مره الليلة قالوا لي نجي ونشاهدوهم بعد خافوا لا يخافوا كان واحدا وتوفى واحد ما زال بالحياة كي يشوفوا الفوتو تاعو أنا بورنوبا وفومونتير أنا ما كنتش على بالي لكان الوالد خلاصة وعلي لابونت ما على باليش أنا هندومي الناف ما على بالي حتى بحاجة أنا كتبت الفرنسا باش نجيب حق مجاد وسلامه عليكم بس حنباد كي تسمع الوالدة تحكيلك هو حكالي على الإفازيان تعبون بالعيد عديك حكالي عليها قال لي كنت أنا وابون الدوس ومعا ما دابوا في النارة خلوا له العدم مخوخ حفروا له بالوحدة شمة باش هربوه وبلعت صميرا على الأجل هادي وهي اللي حكات لي على تعرصاص كيفا تيروا عليه كيفا دارت له هاداك الكولي داته له وقالوا لنا دينا الحمى لصنطرة على الأداب كي ما بحطوهت في الارشيفة من الحمى بليزنس لصنطرة على الأداب سمعتني ومبعد قاتلي جا طي شرحو تا دار الشراع كيف طي شرحو في دار الشراع؟ راح يعقبوه الشارع كما طي شرحو من دار الشراع جات مرتخوية ما على بنيش جات مرتخوية حشا وجهك قاتلي ابن عيسى عليم طي شرحو مني طي شرحو قاتلي طي شرحو من دار الشراع من طاقاتها دار الشراع أرماروح سلمتك تكسر مثلانو تم قلت لي باش خلونين عدت نشوفو باش خلوك تعودي تشوفيه اه تخليوني باش نروح وشوفو زيدي أكدين نابرك على العسكر قده كانوا يجيوك وفي قداه وعلى قده العسكر يجيو بالحسر اسكو بيريروج ولا عسكر يعيوني ربعة ساعة ستة ساعة يدخلوي عيطوي واش يقولولك قولينا واش يقولولك الناس هي قاعدة تشوفيك واش يقولولك مي واش يقولولك ويني لابانت ويني لابانت ويني لابانت وكي يجيبوه قلت يقولولي وهو على النبات و يقولوا لك فولكون يجيبوه كيفس في دولوجه يجيبوه يوري يوريوه لي هك ها هو ها هو لابانت العذر بكي ينا المشاهد الكريم قال لك باللي أنا حفظتها أما كيف هي نقمتك؟ كيف هي نقمتك؟ كيف هي نقمتك؟ مغزي عرب كده في عمرك؟ تمانين واحد وثمانين خمسة وثمانين سنة كيف هي اسم همك؟ كيف هي اسم همك؟ الحصار حديثة وبابك؟ مغزي حمد شكرا كان نقطة مهمة واحدة يعني البعض يشكك في هذه القضية أصلا يقول لك القضية جاءت هذه في وقت حساس والهدف انتحها يعني هي لفت انتباه الجزائريين على قضية الهدف التحهم الحقيقي هو الحراك هو طرد العصابة هو جزائر جديدة يعني انت البعض يعتبر أن قضيتك يتشويش على الجزائيين فقط يعني لماذا لم تطعوح القضية من قبل؟ علش بالضبط في هذا الهدف لو كان يعلم الشعب الجزائري كنا نقطبه للسيد عبدالعزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري أولا قلنا له احنا يا كيفاشنتات غوفرنيوان بابل كفولوكوني سيبا هذا الشعب ليس كمثل الشعوب كما يحكي محمد ديب وشعب الجزائري مسلما وإلى العربة ينتزب سقوط آخر حضارة في غرناطة لهما أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعي الأتباع لهو الشعب الجزائري بول جوفرنيو بابل لالجيريان يلتفو انسي ك لبربر دي لجوغي ظالم هذا هو الشعب الجزائري نحن شريحة متقفة وتصلنا بالسيدة الرئيس الجمهورية وكان عندنا ديبيوت نحققهم من أجل الجزائر الاقتصاد السياحة تصلنا بأمريكا تصلنا بكل شو عندنا اتصالات دائمة مع الجالية الجزائرية هذا باش نطمئن الشعب الجزائري بالي رانا قوة عظمى في الخارج وقوة الخفاء هذه باش نقول لهم لكن باش يقول لك بالي نشوشر على الحراك ولا كون جيت نحب الشر البلادي كوناني رحت الفرنسا جبت حقي ولا جبتوه في جنف ما نقبلش اليوم أنا يا تزير سكونت بات كلام بومدين مالقري كان كونتر مع الوالد وانسي قال لكم منحلو مشاكلنا اللي هنا ما بيناتنا ما نروحوش البلدان الناس صبرت عشر سنوات وصبرت أكثر وتمسخير ولعب ورد غير مباشر وأمورات وكل ما تعيط يقول لك دير رسالة وتكتب وتروح للقنوات يردوك وتقعد ما عندك شوكك وتتحتم عليك باش تعيط في التليفون وتتسقسي وانسي والحمد لله اليوم شفنا جزائر جديدة ما كناش حنا نتوقع هذا العصابة اللي راهوها ورد انتحها باش يكونوا الجزائريين كلهم على بلا أو تعيط سيد عبدالعزيز بودفريقة منظمة المجادين ووزارة المجادين سعداد دو دوميل ديس دوميل أونس ووزارة العدل أنا اسمي سيد بن عيسى فاروق ليس سيد بن عيسالي جود سيد الهامل والسيد أويحيا وانتصلنا بهم مايش مرة ولا تزوج مرارا واتكرانا ماييد حتى نوصل حتى لابوتو لاتر تالوزارة الأولى تأويحيا نعود نكتب نزيد نعايد في التليفون هو يقول لك عاود نزيد نعاود رسالة ماعليش what's your name احنا ناس مواطنين consider un père non père يعني سيليطة الجرين انا لا لنأقول أن أنا الريطة الجرين لأن الريطة الجرين هو الو بل وليس بل جب كنا نشاهد ومشاهد ليس لك ومشاهد بل�무�ه يحيرني إن الجزائر تتوسل إلى فرنسا لعادة منحها تورا لو حصلنا على هذا الارشيف ستقع حرب أخرى وستخلف أكثر من 100 ألف قتيل يعني ياسف سعدي قال فلارتي كلها واسمه أنا بريء من دم علي البونت لكن لدي قنبولة سأوف تجيرها كيتقبض مع غير حريز وزهرة ضريف بيطات قولنا أسكو المجاهدين اللي في الجزائر عندهم ديزارشيف كي من هادو نعم أو لا وانا نشت السيد قايد صالح بوسكو شت بليل جي شره عقاب الفساد يوني تي ساتيسفي طيب إذا كنت أغلب الوثائق انت عكا رهيب من فرنسا إضافة إلى ذلك يعني الناس لا يقدر تتاصل وزارة الدفاع الجزائرية تقدر تتاصل بوزارة الدفاع الفرنسية رانهنا يعني منا شهر بينا رانهنا نعم نعم تمكن حتى إشكال ونخلي الكمام وثيقة ينكوبي نخليها للقناة السابعة إن شاء الله هاي ينكوبي بيها بالصوران تعالي لابوان إن شاء الله نقطة أخرى يعني مادم أنا كنت بريد أن نصل إلى نقطة أخرى أنك النصل حدث في البورفايل تاعك دير الإعلام تاع فرنسا وهذا وضع تساؤل على أن هذا السيد ممكن يعني ممكن جدا أنه يخدم عامل ويخدم أجندة يخدم أجندة فرنسية أنا عمر يروح إلى فرنسا أنا عمر يروح إلى فرنسا والجيل تاعذرك ما عنده حتى إشكال مع فرنسا حاورتني صحفية الشروق في 2012 وكانت كلمات موجهة إلى السيد عبدالعزيز بوتفليقة قلتوا معاك وليد علي الأطوانت الحقيقي سيدي الفاضل قلتوا نشكر الدارك للجيش الوطني الشعبي والدارك والأمن على مكافحة الإرهاب بسكوهما لأولى ومن بعد سقسات نيقاتي وش رايك في فرنسا قلتوا مرحبا بهم كسواح فقط الجيل تاعذرك ما عنده حتى مشكلة فرنسا لي في القلبة وفي القلبة هذا كتاريخ لا لكن من الدول الإعلام تاع الفرنسا في بوفايل تاعك هنا يبقى يفتح تأويلات يعني يبقى تساؤل ما كان حتى إشكال حنا مع فرنسا ما عندناش الجيل الجديد هذا ما عندهوش إشكال بالعكس أنا كنت أصل بوزارة الدفاع الفرنسية الحق يستعملوا معي بان وانسي وانسي وهذه قدرتها لأهداف أهداف سياحة لكن كنت تبقنا مع سيد عبدالعزيز بوتفليقة وكانت هذه الرسائل موجهة إليهم وهم عندهم في الرئاسة قلت له طبق آية قرآنية قلت له أنت يا عندك شعب جزائري مسلم يحكي عليه ابن وباديس طبق آية قرآنية بعد باسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكار وإنتوجعناكم شعوبا وقبائل لا تعرفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم جيفيزي الإكونابي جيفيزي التوريزم ريشة سندسية ريشة سالونتام جيفيزي شعب جزائري حينينا هذا القارسي كنتي ساكل جالي سيسلم عليه وانسي قلت له إنسان الإسلام. قلت له عبد العزيز بودفريقة قلت له لا تجاذني في كلمة لا إله 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 محمد رسول الله. اليوم، عبرها لمن يعتبر. لا كنت نظن أي وقت. استصغرت نفسي، قلت بلك هذه الناس رئيس يحميه فيها. أنا صغير نوصل إلى عتر باش نكتب له مرسائل كم هذه. لكن اليوم يكون هناك سجن الحراش. وفي المحاكم والسي دو سويت أنا أطلق وستستثيث فيه. ونحن نخاطب الجيش تلك. وفم أنا نسيق في الجيش؟ المشاهدين يبحث عن إجابة لسؤال معين ما هو وما أنكم أحبون؟ هل أحبون تغيير وضعكم الاجتماعي مثل تحديدنا أننا عايشون 300.000 من المال؟ أو تصحيح التاريخ؟ لا، أتصحيح التاريخ، لكن كان كائنا على البعض. أنا لا أتدخل في تغيير مليانا عمار. لقد أتدخل في مليانا عمار. لكن هناك سؤال فقط. هل نحن 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 نحن؟ لم يكن في فرنسا إذا كانت من تحكم أنه كان 5S أو 2S. ما كانش. ما كانش. باش ديلي انا تصاور فيه. يعني بكلامك هذا رغت قول بلي كاين علي لا بوانت واحد. على الاقل. اللي عندها الارشيف والوالي تاعك. يا باباونجا جاهد يا ركتو مول عربي بالمهيدي. أنا جو كوني مون بير. اللي طيت روسيفير ما ما فيك مو يمشي مسلح. قل لي بعتلي بيطات ما درتهاش انا. قل لي درتها الربي. كون جادر كون وقتني كوناني وشافني في المرحلة هذه. ما يحبش. قل لي بمبو العيد كيف هربناها كيف همنا. قل لي بستحدث لك حاجات عيش بها حيات كامنا رأسك مرفوع. بعد تفهم بلي علي لا بوانت كيد دخل جوجل ولا دخل علي لا بوانت تصويرات تصويرات. دوك الناس هذي اللي راي مجاهدين اللي تعرف المجاهد ما نكدبهاش. بلوك مدارولوش بي في بلوك مي يولان دوز ياما علي لا بوانت. اللي مالوخ كيا يكخيل اللي استواء. بكوافونا بي باديك لاري. على هم مشتوه. على هم مشتوه. ما تهميش علي لا بوانت الحقيقي. هذا هو السؤال مطوح. دوك الله أعلم. الله أعلم. دوك هذي كما يقولون الجهات المختصة اللي هي اللي على بلها. تشوف لي زارشيف تعالناس وتهضر. أنا السكريتار تعال سعيد عبادو رحمه الله تعال منظمة المجاهدين. كيهز لارشيف قاعد يترعد. قال لي هذا علي لا بوانت نتاق سمطينا. اضحكت أنا. على اضحكت. ما قلتوش انتو ما في التاريخ باللي كين علي لا بوانت نتاق سمطينا. قلتو كين علي لا بوانت مليان عمار مات في سبعة وخمسين وانسي دوسويت. بعد في الفيلم الشيطة العربي بالمهدي وانسي دوسويت. أمي العربي بالمهدي من الشرق. بيطات من الشرق. بومبو العيد من الشرق. وفاه يزيد الجيونون السي عبدالعزيز بوتفليقة. يزيد يوكورون يزيد يسني على الفيلم بومبو العيد ومونبر التي درير ليفازيون. وانسي دي بيان ونشهد عليها الى يوم الدين. ولكن درير ليفازيون تعمل بومبو العيد سيتي مونبر. وانسي داو الحبس على الكوديا تم هربوها. وعليها بلعت صميرها هذه. ولكن العضياء كبرت بزاف. وحنا رانا عشر سنوات وحنا رانا ننجري. يقرأوا ليدات المشاهدين الكرام. يقرأوا ليدات. وحنا لا نتقابلوا معهم. لا نعودوا التاريخ. لا نقرأوا شوشرة. لا نطلبوا الحقوق. وبالعكس. يقرأوا الرئاسيات. يقرأوا الجيش. يقرأوا بلالجيريا. نبني جزائر لغد الأجيال إن شاء الله. حاجة واحدة بركة نحتج عليها. هي المنظومة التربوية في الجزائر. طيب. ماذا تطلب؟ ماذا تطلب إنتي من الحكومة الجزائرية؟ ماذا تطلب إنتي؟ نعم. ماذا تطلب إنتي؟ ماذا تطلب إنتي؟ ماذا تطلب إنتي؟ لا أعرف. ما أعلم بلش. إله 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 إله. الحمد رسول الله. إذا ما راحيني يمدوني. ما أعلم بلش. ما يمدونيش. وراس بني. هكي بني. هكي ما هانتها. كي ما هادا. كيف كيف. ما أعلم بلش يا بابا. قلت كاني عايشة بتنتمياء. قدرتها. شكيت هكي. قلت غير من دراعة للنية. داروني تنتبية. وهذا السيزة تانية الزيت والسكر. كيف هنكتب لك سيد الرئيس استيغاثة. هي سالتي استيغاثة. مكتوبين يقرأهم المواطنين. أنا مغزي عرافة. كانت 78 سنة في عمرها. دركي ولات 85 سنة. سيد الرسائل بكل كنت. السيدة عبدالعزيز بوتفليخة. دعوزارة سياحة. 4 منيستر. سبيل الرئيس استيغاثة. لدينا المواطنين. إذا كانت أدفالر بكل كنطاكتين. بكل جديد الجزائري في الخارج. امسكتب. لدينا مواطنين. لدينا مواطنين. لدينا المواطنين. كنت قدرت في دراج المواطنين. ليس الفتاة من يقولوك بها دي تعلمها سيسائي يعني ما وش أنا راح اليوم نفتخر ونفتخر صاحب التاريخ من في نظريينا الشعب الجزائري كامل علي رابونت وفي نظريينا الشعب الجزائري كامل موجات لكن باش أنا تهمشني وتحطم لي معناوياتها تعقريتي حياتي كاملة جيزاني كجي باسيان تونيزيان جيو غنوي باش درست الشعوب خرشت بنتيجة ناسو سواسية كأشنا نجو النشط وما كانش واحد حنين كما الشعب الجزائري هذا ميصاج كان مام الانباسات دي زيتاجيني كي راح تنجيب الفيزا ودارو تلع ربما لنت تعلموا الإسلام بعض العرب منين يتعلمون طيب اللغة العربية منتا أخا خال عخو خوفي العخو خيني وبيناهما خان في ألوان نبيان وين مدفون متلوك الصح مدفون في مقبرة مركزية تقسمتينها قلت لهم بالصح احنا درنا شغول وجدنا قلنا نظرك مام لجان اللي في الجزائر وكتر خير الحراغة نظرها على المباشرة قل لك بكل موقفين على الجزائر ناس اللي راح تحراغة ودارت التويل مع ولا تعاون الجزائر ما عليك الناس اللي قارية والناس اللي ميتسان ومنا بكل حابين يعاونوا الجزائر علش راكم مخليينهم هكذا علش علش ما كمش حابين تديروا السياحة في الجزائر لا يفهم ويبقى هما كيران انا اليوم نحضرها لكم ويبقى هكذا ويبقى هكذا ويبقى هكذا مهما كنت مجاد لا تقدرش تعرف الوالد نوري لك لك هذه تصوير الحقيقية مع أختي بن عيسى عدرا مينفسان سواصن ترواضي ساس أختي ويحبها دارها ها همتا الناس اللي كون بني أمور وهاو بن عيسى اللي كي جابني مينفسان كتر فانسنك كان دلال تعدهب وكان سلاح تحتول هنا وهو كي مات هذي من باشهر ومات مات كونسر ومات يبكي على الابونت يعني راح نسمحكم لكم في كلش نسمح لكم بالك في حوايس صراو لي ما نيش حاب نحكيهم صراو في الخمسة وتسعين في تنين وتسعين باكا نسيا نسيا ما نيش حاب نحكيهم ما نسمحش في حاجة واحدة باش بابا يمو تيبكي ما نسمحش ربان يديروا غنبونسيون الزوجان تاعوا هذا مكان ما يشاسي عبدالعزيز بوتفليقة تبعت الزهوانية للحج ومارت على الابونت تخليها قدام الرئاسة مطيشة مرحبا جيناه نهار تقبل زيدال وجيناه نهار وجيناهم بعد عدو ما يستقبلوش في الرئاسة وليت كل الرسائل الطفلات على العرائد قتلي يعود الرسالة أنا واش راح نقول لك يا موطفة هوك يتوجه الرسائل يتوجه السيد او يحيا يتوجه السيد الاخر هم لي دي سيديو يبقصون دي سيديو تبعت الاملارشيف يقولك ومعدم موجود الاتبات ما هذا ماذا يا ماذا يا ؟ هذا ماذا صاحب يديو مالا الزارشيف يبان مجاهدين يتفضل لي ما عندوش يسمحني اسمح لي لا تقول ليش أنا تصورته لماذا يجيب لي حكاية عرمبو لا لا منفيس تاريخ لازم يعود يكون جيد جيد ويعطي كل ذي حق حقه وننشلوش إنشاء الله لأن الناس في التواصل الإجتماعي بالعكس يتجعون ويقولون ماذا أحبت يجب أن أتجعل لأنني أتجعل ذلك لأنني أتجعل ذلك في تونيزي أنا دفعت عليكم و لم أزيتي و هذه قرأتها في قناة الحياة دانيا رموكي عقبونيتا قناة عبر و كنت تقول في البرلمان بل ما يمد الجزائر لا لا نمدنا الساعة يحياء اليوم عندما تقبع في سن الحراش نحن نمدنا الجزائر نتلي ما نمدت نتلي ما نمدت نمدتنا و لم نقوله ولم نمدتنا ولم ندّرنا و في الخارج والوالداء والشعب الجزائري كم المد بل أن العدلوا البلاد لدينا حق ندية ولست لا تقول لي أنه وزارة الموجهد المغلوقة لا تقول لي أي شيئا لأنك هناك حق لأنه وزارة أم düşهر المeryماني لا تكون حق لأنك منتخب من طرف الشعب ومرحب السنة يحصل إلى نارشيف كيف نظيف من هذا الحقيق نحن نتفاقل خير. نحن نتفاقل خير. إن شاء الله. أويحيا والعصابة التي تهدر عليها. العصابة أنا أهمي الوحيدة. أنا أشبتنا سيد أويحيا. العصابة هذه من وزارة المدهدين. لكي يرى المشاهد الكريم. منظمة المجاهدين ووزارة المجاهدين في 2010. هذا في 2015 سيد أويحيا. مدير الديوان. عدم وجود الإتبات. هذه وزارة تأسيد الهامل. قال لك ما لقيناش لفائدة وردك غير معروف. قبل أن تطلب لكم غير معروف على مستوى محفوظاتنا. هذه. ما لقيناش في سجن الحراش. مي فرنسا لقيت. عليش فرنسا لقيت وانتوما شكون. انتوما لي كنتو تقولوا المجاهد والمجاهد والمجاهد شكون. أبي بودي زخشيف. إبان أخويا تفضل روح جيبنا الأرشيف من فرنسا. إبان أخويا تفضل روح جيبنا الأرشيف من فرنسا. نحن نقول لك ما يتغير كما تغير قضية جماويل عباس. اللي كان مجاهد في عهد عبو تفلي قوم بعد أصبح مجاهد في سجن الحراش. هذا ما حبيتش. أنا صراحة أنا إنسان صريح. أنا إنسان صريح. ما حبيتش نخاطب طيب زيتوني. باش الناس تفهم على شرحت التواصل الاجتماعي. ما حبيتش نطالب السيدة الوزير طيب زيتوني. ما حبيتش نطالبه بسكو هادره انا ما تساعدنيش. هادره ادرا قل لك باللي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا هو زيدوا الوجير. بعثوا ربي المكة صلى الله عليه وسلم. وبوتفلقاء بعثوا ربي الجزائر في النهار. يتجمع في اليوتيوب كمام. باش اليوم تقولوا باللي فلان وفلسان وانسي دوسويت وباش ما ندخلوش في المغالطات وانسي دوسويت يكا ما كان حتى إشكال لكن كيني ينزوج علي لابونتي عاودوا يكتبوا التاريخ وخلاص يتون موندغون تخشي لوي وتحيى الجزائر شكرا شكرا على حضوركم قل لك شكرا بارك الله فيكم قل لك شكرا لا يفرحك هاي ما تسمعش مليح لا يزيليك العقلة الماس اللي كانت تقول يحفظ فيها هاي ما تسمعش مليح عامر حجرك إن شاء الله بنوليدات عاوديها لهم واش كانوا يجيوا يقولوك العسكر على المباشر واش كانوا يجيوا يقولوك العسكر وانتي في السويقة لابونت ويني لابونت ويكسروا عليك الدنيا نعم دقتك الدنيا عليها ويروح السلام عليكم شكرا مشاهدين الكرام اليوم كان معنا ضيف هذا العدد هو ابن علي لابونت وزوجته نلقاكم في عدد آخر إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى